السلام عليكم, في هذا الفيديو سأقدم لك الشرح مفصل عن حل مشكلة تصدير أي نموذج 3D مع الألوان من برنامج Blender إلى محركات الإلعاب في هذا الشرح سأستخدم محركة الإلعاب Studio Roblox محركة الإلعاب جداً بسيطة وتقدر تتعلمها بسهولة حسناً دعونا نبدأ في هذا الشرح سأستخدم أصدار 3.5 و 1 تنقل هنا تضغط على A طبعاً كل الإختصارات من الكيبورد ستجدها هنا تماماً واضح عندك تضغط على X تمسح هذا حسناً دعونا نجيب النموذج جمالتنا تضغط على File ومن بعدها تختار Import طبعاً الفايل بصيغة FBX تختار FBX ندور على خانة File تنقر عليه مرتين سينزل عندك بهذه الطريقة تماماً هذه الخانة هي خانة الوضع الصلب لا تستطيع تعرض بها ألوان هذه خانة عرض الألوان تكون بالوسط والخانة الأخيرة الخاصة بالرندر تماماً ندور على عرض الألوان طبعاً هنا لدينا مشكلة بالألوان فتجي تحدده يصير باللون الأصفر تجي كبره تجي كبره تروح على اختيار الخانة الألوان أو إضافة الألوان هنا لدينا لونين الأحمر والأسود تمسحن من الناقص تماماً يصير عندك النموذج بهذا الشكل باللون الأبيض نضيف مادة أولى ونسميها تضغط على واحد وأيضاً نزاد تقدر نضيف مادة ثانية تضيهن يو أوكي هزا صارت عندنا مادة ثانية تضغط على تاب رح يحاولك على خانة الأدت مود اللي هي خانة التحرير أروح على المادة الأولى أريدها باللون الأحمر تجد تحددها كلها صار عندك كل النموذج مالتك باللون الأحمر لكن حالياً أنا أريد أجزاء من هذا النموذج مالتنا أريد ألوانها بغير لون أوكي تمام كونترول زت نرجع كونترول زت خلني خليها باللون الأبيض رجحها تمام أضغط على تاب وحدد أضغط عن طريق الأل يقدر يحدد لي الأجزاء المنفصلة مثل ما أشوف قدامك أضغط على أل هاي هنا زت نروح أشوف الأجزاء اللي حددتها اللي هي هاي أوكي زت طبعاً هذا اختصار زت هذني يطلع عندك من بعدها أختار اللون الأحمر وأضطيها أساين تمام وراها أختار select أروح على المادة الثانية كونترول زت هاي من سوينا كونترول زت تغير الاسم بعدنا تمام أضغط على أل وحنا أل وأيضاً هذا الجزء اللي أريد ألوانها بغير لون طبعاً هذا الاختصار الشارح اللي موجودة فوق التاب تطلع عندك هاي الاختصارات تمام تمام هاي أسويها باللون العسود تضغط على assign تضغط على top مثل ما نشوف صار عندنا اللون به الشكل هذا أو المجسم صار عندنا به الشكل هذا أوكي هسا بعد ما كملت عملية الألوان تروح على هاي الخانة تروح على يو في مابس تتأكد إنه النموذج مادتك بخريطة تمام هنا حالياً ما عندنا أي خريطة خلينا أخفض أني يو في مابس فتروح على يو في مابس بالبداية زائد أحصل عندك خريطة ثانية تضغط على يو سمارت يو في بروجكت أوكي سأحصل عندك خريطة أولى اللي هي هاي وخريطة ثانية اللي هي راح نشتغلها تروح على الخطوة الثالثة تروح على قلبها إلك خلينا أعدلها منها وأجي أخفي هاي أوكي هنا تروح على من بعدها أضيف العقدة الخاصة بالألوان أو بالصورة اللي هو تقرب عليها تختار نكتب مثلاً هنا التسمية بلندر أي تسمية تجي هنا الدقة أريدها 2K أضغط Shift وعلى نجمة وأضغط على 2 يعني هذا العدد في 2 وأضغط على Enter أجي أستنسخها Ctrl-C Ctrl-V تمام الألفة أشيلة ما أريدها ما أريدها الشفافية وأضغط على أوكي تمام عشان تلاحظ أنه بخانة الألوان باللون الأسود عدنا عقدة الصورة تمام تروح هنا ما عدنا أي عقدة فلازم تكون هاي العقدة على اللوني تضغط على Ctrl-C يعني النسخ من بعده تروح على اللون الثاني طبعاً هاي الطريقة هي كل الألوان تستخدمها تقدر تصدرها إلى محركات الألعاب Ctrl-V الفكرة أنه من محرك الألعاب أنه استقبل فقط ألوان موحدة لكن برامج التصميم تقدر تتعامل نظام الألوان على شكل طبقات حالة حالة فوتوشوب تمام بس المحركات الألعاب ما تتعامل ويا هاي الطبقات فنازم ندمج هاي الألوان ونصدرها بخانة وعدة أوكي حسب بعد ما كملت تروح على إعدادات الإخراج أو إعدادات الرندر تمام تطفد أن الخيارين لا أريد أن أتطرق للشرح ألهم ومن بعدها تختار الباك قبل أن نضغط على الباك إذا تلاحظ هاي هنا ما عندك أي صورة لنموذج ماتك تمام إذا تضغط على باك وننتظره ستظهر عندنا صورة هنا طبعا الصورة مقسمة الأجزاء الشخصية اللي سوينا بها المشروع الذكي بال-UV Editing طبعا خلينا ننتظر إذا تلاحظ تكستر باك ننتظر هذا التحميل على ما يسوينا الخريطة الألوان الخاصة بالنموذج ماتنا شوف إذا تلاحظ تكمل تمام تضغط على تصغير الزغرة مثل ما تشوف هاي صورة النموذج ماتنا على ال-UV Editing اللي سويناها هنا أوكي نفسها تمام أنا جاء أكبرها ما نخرج من هاي الخانة نزغر هاي منها خطوة البعدها أضغط Shift D أستنسخ نموذج ماتي أجيب هذا هنا أوكي أروح على خانة الألوان هنا أصعد للأعلى أدنى اللونين تمام أحذفن أحذفن من بعدها أنطيها New أختار مادة جديدة تروح على Add وأيضا أضيف Image Texture أوصل أقوم بـ Color بالـ Basic Color تجعل هذا السهم وأختار Blender بلندر هاي سميناها العقدة اللي سميناها الأولى تختارها لا تلاحظ صارت عدنا لون على المادة أو على النموذج الثاني بس عدنا مشكلة هنا اللون ألوان ما بتنسقه وهي أجزاء النموذج تمام تروح على هاي الخانة تنزل على وانت محدد النموذج تمام وتفعل الخريطة الثانية تجي تمسح الأولى نحلت عندك هاي المشكلة تروح على Layout تخطيط نجي نمسح المجسم الأصلي أوكي هذا نجيب هنا GX أوكي نحرك هنا حس الخطوة اللي بعدها نصدر هذا النموذج المحرك للعاب اللي هو Roblox تمام تروح على File تختار Export FVX تختار Select وانت محدد النموذج مارتك هلين نروح على Download اختار هذا الملف نفسه تكتب أي تسمية هنا مثلا Gun Export تمام قبل لا تخرج من Blender تروح تسوي عملية حفظ للصورة اللي صدرتها اللي هي هاي تمام هذي تروح على UV Editing تروح على الامج اذا تلاحظ بصف خانة أو صف تسمية الامج هاي النجمة يعني هاي انت ما سويت عملية حفظ للصورة اللي اللي سويت لها عملية الباك تمام تروح على Save أوكي تختار Download أيضا نفس الملف وخلنا نكتب له D2 D2 خاصة بالنموذج وأيضا القان النموذج بصيغة ال FBX تمام هذي نروح نفتح محرك للعاب اللي هو Roblox Studio تختار New تروح على تيمبلت الأساسي من بعدها تختار Import 3D تختار الملف اللي حفظت بيه مشروع مارتك تروح على Download نحفظنا بالDownload تختار New تختار New تختار Gun تنقر عليه مرتين طبعا نشوف هنا عندك مشكلة بالBasic Color اللي هو اللون الأساسي ماك مشكلة تختار Import ننتظر أوكي تختار Close هنا تحاول نتزغر النموذج مارتك الخطوة اللي بعدها تنقر عليها وتروح على View تمام تختار Gun شوف طبعا هنا من رحت على خانة View هنا يقول لك لازم تحفظ المشروع مارتك تختار Save لا تسميها أي تسمية تختار 2 game أو 7 game تختار أي تسمية عندك خلينا ننتظر شويه أوكي بعد ما سويت عملية تحفظ للمشروع مارتك ومتن تحدد النموذج تختار Gun بعد تنزل على Fleer Gun تمام التسمية الأصلي للنموذج مارتك تختار هذا الزائد رح تطلع عندك هاي القائمة وتختار السيرفر طبعا حلينا نسميه معدل تجي تنقر هنا تحدده رح تظهر عندك قائمة جديدة اللي هي ColorMob و NormalMob و Roughlands فاحنا نختار ColorMob تجي تنقر هنا هتطلع عندك هاي الخانة Edit Image اللي هي أضافة الصورة أوكي Choose File نختار الصورة اللي خرجناها داولود تختار هاي الصورة تنقر عليها مرتين Create و ننتظر نحلت عندنا هاي المشكلة ترجع على التسمية الأصلي للنموذج وتفعل هذا الخيار دعني نشوف شون الحلت عندنا هاي المشكلة طبعا هاي الطريقة الوحيدة أو الطريقة الناجحة اللي شفتها بعد ما أجرت البحث على هذا المحرك أوكي هاي كل المعلومات اللي عندي بخصوص هذا الفيديو إذا أنت مهتم في صناعة الألعاب أنا أشوف هاي الطريقة أفضل طريقة في استيراد وتصدير نماذج 3D من برامج التصميم مثل Blender إلى محركات الألعاب أوكي لهنا وصلنا النهاية الفيديو لا تنسى أن تضطيني لايك الفيديو أو الاشتراك بالقناة إذا ما مشترك انتظروني بالمقاطع القادمة السلام عليكم